اجتمع معالي الشيخ خالد بن أحمد بن محمد آل خليفة وزير الخارجية بالديوان العام للوزارة مع معالي السيد ايفيتسا داتش سيتش النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية صربيا وقد رحب معالي وزير الخارجية بمعالي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الخارجية لجمهورية صربيا وزيارته لمملكة البحرين والتي تعكس المستوى المتميز الذي وصلت إليه علاقات الصداقة التي تجمع بين مملكة البحرين وجمهورية سربيا ورغبتهم المشتركة في استمرار التواصل والتنسيق المتبادل حيال القضايا المختلفة ونوها معالي وزير الخارجية بما تشهده هذه العلاقات من تقدم ونماء على الأصائدات كافة وأكدا حرص مملكة البحرين على تعزيز التعاون الثنائي مع جمهورية سربيا في شتى المجالات الاقتصادية والسياسية والثقافية وغيرها لسيما في ظل ما يتوافر لدى البلدين من فرص وإمكانيات تدعم هذا التعاون وتعزز المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين من جانبه أعرب معالي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سربيا عن اعتزازه بلقاء معالي وزير الخارجية مؤكدا أن زيارته لمملكة البحرين تعكس ما توليه جمهورية سربيا من اهتمام كبير لتنمية العلاقات مع مملكة البحرين مشيدا بالدور الهام لمملكة البحرين في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة وما تشهده من تقدم على كل الأصعدة مؤكدا تطلع جمهورية سربيا إلى استمرار تبادل الزيارات بين مسؤولي البلدين بما يدعم مساعي وحرص البلدين على الارتقاء بالعلاقات التنائية لأفاق أرحب على كافة المستويات وبما يعود بالخير والنفع على البلدين وشعبيهم الصديقين متمنيا لمملكة البحرين دوام الرخاء والازدهار في هذا السياق وجه معالي النائب الأول لرئيس الوزراء وزير خارجية جمهورية سربيا دعوة لمعالي وزير الخارجية لزيارة جمهورية سربيا وتم خلال الاجتماع التوقيع على مذكرة تفاهم حول التعاون بين أكاديمية محمد بن مبارك آل خليفة للدراسات الدبلوماسية في مملكة البحرين والأكاديمية الدبلوماسية في وزارة خارجية جمهورية سربيا كما تطرق الاجتماع إلى أهم التطورات الإقليمية والدولية وتم تبادل وجهة النظر حيال عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر